السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم بدرسنا جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن الفعل eat كيف استخدم هذا الفعل في اللغة الانجليزية وهو من اساسيات الكلمات في اللغة الانجليزية ويستخدم بالحياة اليومية عدنا الفعل eat eat يأكل بالمظارة الماضي eat أكل eaten مأكل اذا تصرف الثالث للفعل اذا eat eat eaten eat eat eaten اذا تصرف الاول للفعل التصرف الثاني والتصرف الثالث يأكل أكل مأكل كما قلنا الفعل بتصرف الاول eat التصرف الثاني eat التصرف الثالث eaten eat بالمضارعة البسيط بمعنى يأكل eat أكله بالماضي البسيط وعدنا have أو has والفعل بالتصرف الثالث بالمضارعة التام لقد أكله ننتبه لهذا الجزء الأول I eat أنا أأكل he eats لاحظ نضيف هذه S المفرد الغائب إذن S المفرد الغائب أو نسميها S الشخص الثالث وهذا يسمى باللغة الإنجليزية he eats she eats it eats إذن بالمضارعة البسيط نضيف للفعل S نسميها S المفرد الغائب أو S الشخص الثالث مثلا he eats an apple every day يأكل أو هو يأكل أو نقول خلاص يأكل بمعنى هو يأكل يأكل سفاحة كل يوم لاحظ الفعل eat ضفنا له S لماذا؟ لأنه نعدنا he إذا كان الفعل he شيئت بل المضارعة البسيط نضيف للفعل S يأكل لكن الأس هذه لا تغير معنى الفعل eat يبقى المعنى كما هو طيب الشخص يقول لأستاذ لماذا نحط الأس أو لماذا نضع الأس خلاص عدت باللغة الإنجليزية قاعدة يضع الأس تغير بالمعنى لا تغير ترجمة الجملة لا قواعديا خطأ إذا ما ضفناها خطأ he eats هو يأكل طيب لو شئنا الأس أيضا هو يأكل لكن قواعديا خطأ بس المعنى نفسه he eats an apple every day إذن يأكل تفاحة كل يوم we eat you eat they eat إذن نحن نأكل أنت تأكل أنت تأكلين أنتم تأكلون أنتنا تأكلنا وأنتما تأكلان they هم يأكلون هن يأكلنا وهما يأكلان على حسب الضمير بالمعضة البسيط بالمعضة البسيط كل الضمائر نستخدم معها eight I ate أكلته he ate أكله she ate it ate we ate إذا مع كل الضمائر eight نسمعه ما تتغير بالمضارعة التام زيما المضارعة التام present perfect لقد أكلته يكون عندنا have أو has plus verb 3 يعني شكل الثالث للفعل هذا الشكل الأول هذا الشكل الثاني وهذا الشكل الثالث طبعا نعرف أنه I we you they نستخدم معها have he she ate نستخدم معها has إذا تصبح I have eaten he has eaten she has eaten it has eaten we have eaten you have eaten they have eaten إذن هاي بالتصريف الثالث كما نعلم دائما هي شيئت يكون بعده S يعني نستخدم معها has والفعل eat بالتصريف الثالث نفس هذه الجملة ردنا نستخدم eat بالماضي هي الفعل eat رجعه على الماضي تصبح eat المفعول به نفسه عدنا everyday نضع بدل عنها yesterday أصبحت أكل تفاحة البارحة إذن يكون عدنا هذا نسميه أدفاب ظرف وعدنا الفعل بالماضي he ate إذن أكل بدل يأكل تصبح أكل نريد نستخدم مضارعتها عدنا نفس الكلام has just eaten an apple إذن هو للتو أكل تفاحة إذن استخدم هذا والفعل eat بالتصريف الثالث eaten you eat meat أنت تأكل اللحم أو أنتم تأكلون اللحم خمس ترجمات لها أنتم تأكلون اللحم أنتم تأكلون اللحم وأنتم تأكلون اللحم نريد نحول للسؤال فقط نضع do في بداية الجملة تصبح do you eat meat question mark عام تستفهم نفس الجملة لاحظ فقط زدنا do بداية الجملة علامة استفهم في نهاية الجملة do you eat meat هل تأكل اللحم نترجم do هل نريد أن نجيب أكيد الإجابة ستكون yes دائما yes يكون بعدها كما فاصلة يعني نقطة no به الشكل هذا do you يعني هل أنت تأكل يسألني أنا مع تأكل أنا I yes I وأجيب do دائما الفعل سأل بها أجيب yes I do no I don't كلا لا أكل you eat meat do you eat meat هل تأكل اللحم نريد أن ننفي هذه الجملة فقط قبل الفعل eat نضع don't هي do not نختصرها don't don't معنى لا يأكل تصبح نفسها you don't eat meat أنت أنت تأكل اللحم you don't eat meat دائما don't نترجمها لا وdo بداية الجملة نترجمها هل do you eat meat yes I do نعم أأكل no I don't you ate meat يعني أنت أكلت اللحم نريد أن نشكل سؤال نلاحظ eat بالماضي الفعل مساعد بالماضي هو did بالجملة الأولى استخدمنا do لأنه مضارع بسيط الآن eat بالماضي نستخدم did did والجملة did you ate الرجعها إلى eat للمضارع لأنكتب did you eat did you eat meat هل أكلت اللحم نلاحظ طيب شخص يقول أستاذ احنا ات رجعنا على المضارع البسيط يعني بل أصح المصدر طيب كيف نعرف أنه الجملة بالماضي خلص شفنا did did بالماضي عندها تكون الجملة بالماضي نترجم did أيضا بهل did you eat meat هل أكلت اللحم أيضا إجابة yes no أيضا هل أكلت أنت نعم أنا أكلته yes I نحول U إلى I و did نفسها yes I did no I didn't نعم أكلت يقصد اللحم كلا لم أأكل إذن ترجم didn't لم أأكل كما نعلم أداة النفع بالانجليزي هي not تصبح did not نختصرها didn't لم يأكل نريد أن ننفع هذا الجملة أيضا قبل الفعل النظر didn't تصبح you didn't eat meat you didn't eat meat يعني أنت لم تأكل اللحم أيضا رجعنا الفعل eat رجعنا للمصدر eat you have eaten meat يعني لقد أكلت اللحم هذا نسمي مضارعة تام وريد أن أشكل سؤال بل جملة الأولى مضارعة بسيط احتاجين لدو الجملة الثانية dead بهذا الجملة ما نحتاج لدو ولا dead الفعل المساعد هو نفسه موجود بالجملة have فقط نضعها في بداية الجملة تصبح have you eaten meat هل أكلت اللحم الإجابة yes كما قلنا أو no أيضا have you eaten أيضا حول you إلى I تصبح I دائما الفعل المساعدة يسأل به أجيب به سأني بدو أجاوب بدو سأني بدد أجاوب دد سأني بها أجاوب هاب yes I have يعني نعم أكلته no I haven't كلا لم أأكل هي اختصار لي have not haven't دائما not أحذف O أضع apostrophe t وريد أنا فيها واشرة you بس بعد have أضع not you haven't eaten meat يعني أنت لم تأكل اللحم هذا بحالة النفي إذن بالمضارعة بسيطة استخدم do مع you عندنا بالمضارعة التاني بيكون عندنا have أريد أن نستخدم اسم استفهام في ذات الجملة you eat meat تأكل اللحم كما قلنا فيها do you eat meat يعني هل تأكل اللحم نريد أن نستخدم what فقط نضع what في ذات الجملة تصبح what do you eat ماذا تأكل نحذف meat لماذا حذفناها لأن نسأل عنها استخدمنا بدل عنها what لن نقول what do you eat meat ماذا تأكل اللحم إذن نريد أن نقول لماذا نضع كما هي تصبح why do you eat meat لماذا تأكل اللحم ممكن نضع meat إذا أردنا نقول where أيضا where do you eat meat أين تأكل اللحم نريد أن نقول how أيضا how do you eat meat كيف تأكل اللحم وكذا على حسب اسم الاستفهام في بداية الجملة فقط حالة what ماذا لماذا لأنه نسأل عن اللحم أو الشيء الذي تأكله هو اللحم عند إذن نحذف meat بقى لأسئلة نخلي meat فقط تغير الترجمة why do you eat meat where do you eat meat how do you eat meat إذا أردنا لاحظ بالماضي أيضا سهل كما قلنا الماضي eat عند إذن نستخدم فقط فعل مساعد بالماضي والباقي نفسه did did أيضا نضع did في كل الجمل what did you eat ماذا أكلت why did you eat meat لماذا أكلت اللحم where did you eat meat how did you eat meat ما غيرنا شيء أيضا إذا استخدمنا have eaten بالمضارع التام أيضا نفس الشيء بدل did نستخدم have مع كل الجمل have ملاحظين الجمل بقط كما هي هاي مع كل الأفعال have فقط لنعدنا تصر that eaten نضع eaten 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 خلصنا what have you eaten ماذا أكلت why have you eaten meat لاحظ فقط وضعناها في بداية الجملة واستخدمنا اسم استفهام لاحظ نفس الجملة I can't eat meat الفعل can not نختصرها can't I can't eat meat لا أستطيع نأكل اللحم I don't eat meat لا أكل لا أكل اللحم I will not eat meat سوف لن أكل اللحم نترجمها سوف لن أكل اللحم will not هي اختصار want نختصرها بها الشكل هذا I want eat meat يعني سوف لن أكل اللحم نريد أن نسأل شخص ماذا يريد أن يأكل what do you like to eat ماذا تحب أن تأكل أثناء إجابة نحذف what نحذف do نحول you إلى I تصبح I نكمل الجملة I like to eat Italian food أحب أن أكل الطعام الإيطالي اللاحظتون ترجمها أن طريقة أكثر لباقة وأدبا ممكن what would you like to eat ماذا تود أن تأكل بدل do استخدمنا would الباقة نفسه I'd like أثناء الإجابة I'd like نحذف what الرجع would بالمكان هذا ويو الرجع إلى I تصبح I would لكن نختصر would إلى apostrophe D يعني نحذف أربع حروف هذون ونضع apostrophe بعدين D تصبح I'd ننفضها I'd like to eat لحظة كل شيء نفس الشيء هنا بس بدا يو حطينا I وعدنا would رجعناها واختصرناها دائما الإنجليز يختصرون الكلام I'd like to eat Italian food أود أن أأكل الطعام الإيطالي طيب نفس الجملة الأولى بدل nice ريستورانت وحب أن أأكل في ذاك المطعم الجميل ممكن شخص يسألني لماذا حذفنا do وحذفنا do لكن would ما حذفناها would هي من أصل الجملة فقط do و does و did أثناء الإجابة تحذف لأنه من أصل الفعل بس عبارة ساعدتنا على تشكيل السؤال والنفي الباقي مثل عندنا will would have has was where am is are لازم تضلب الجملة فقط do does و did نحذفها أثناء الإجابة هي موجودة في السؤال أثناء الإجابة نحذفها الباقي مهما كان لا تحذفه تمام مثل عندنا would رجعناها لو كان shall أيضا رجعناها لو كان will رجعناها لو كان كان رجعناها am is are have has الكل رجعه بعد الفاعل فقط do does و did نحذفها لماذا لأنهم ليس من أصل الفاعل would you like something to eat نقول شخص هل تود بشيء ما تأكله أو هل ترغب بشيء ما تأكله would you like something to eat مثلنا نقول احنا تريد أن تأكل شيء يعني بخاطرك شيء تأكله بنفسك شيء تأكله نفس الشيء would you like something to eat لاحظ would you like something to eat i couldn't eat anything لا أستطيع أن أكل أي شيء أو نقول i can't eat anything لا أرغب أو لا أستطيع أن أكل أي شيء i can't eat anything i couldn't eat anything i have had enough food لقد أكلت طعام كافي يعني أنا أكلت طعام كافي والآن أنا والآن أنا شبعان لاحظ استخدمنا مضارع التام لماذا مضارع التام كما قلنا شرحنا موجودة الفيديوهات أكثر من الفيديو عن المضارع التام إذا نستخدمه فعل حدث في الماضي لكنه النتائج في الوقت الحالي أنه أنا أكلت في الماضي يعني قبل ساعة قبل نص ساعة قبل ساعتين النتيجة الآن أنا شبعان لاحظ would you like something to eat i couldn't eat anything i have had enough food i have eaten enough food نفس الشيء ممكن نستخدم have had أو have eaten لماذا؟ لأن عدنا have و has بمعنى eat يأكل استخدمنا had لأنه عدنا الماضي من have و has had التصرف الثالث had عدنا have والفعل من التصرف الثالث إذن had have had لاحظ i could eat a horse يعني بمكاننا أكل حصان ماذا تعني؟ أنه للتعبير عن جوع كان أنت جاع جدا إذا قلت i am hungry أنا جوع يعني جوع عادي لكن i could eat a horse بمكاننا أكل حصان يعني أنت جرع جدا إذن نحفظ التعبير هذا i will eat my head if he is here on time يعني سأكل قبعتي إذا هو سيكون هنا في الوقت المحدد أو هو أن يأتي في الوقت المحدد بمعنى سوف أعمل ماذا تريد لو هو أتى في الوقت المحدد أنت متوقع أنه سيجي في الوقت المحدد أقول i will eat my head سأكل قبعتي يعني عنده مثل مثل عندنا اللغة العربية لحسب وحسب العادات والتقاليد سوف أعمل الشيء الفلاني لو هو فعل الشيء الفلاني وهكذا إذن نحفظها أيضا تركيب i will eat my head يعني سوف أفعل الشيء الفلاني لو فلان قام بي ذاك الشيء إذن what's eating him إذن ما الذي يذيقه بمعنى لا نقول ما الذي يأكله ما الذي يذيقه eat your words يعني كل كلماتك ماذا تعني لا أقول كل كلماتك بمعنى أعترف بأنك على خطأ تحدى شخص أو قال كلام معين أنت تقوله أو أنت ترد عليه eat your words كل كلماتك يعني تراجع عن موقفك يعني اعترف بخطأك لاحظ word كلمة words كلمات eat your words يعني تراجع عن موقفك ماذا الشكل نهاينا درستنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن الفعل eat وكيف أستخدمه باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته